هنبدأ بأول مباراة مع حضراتكم ونبدأ بمباراة أرسنال وكريستال بالاس واللي انتهت بفوز أرسنال 4-1 مباراة كانت قوية جدا أرسنال قدر أنه هو يحرز أربع هدف في أول 22 دقيقة ودي يمكن كانت مفاجأة لكل مشاهدي ومتابعي أرسنال يمكن في الديئة 6 مونريال بيجيب إلى الهدف الأول بعدها بأربع دقائق آيوبي بيجيب هدف الديئة 10 والديئة 13 أرسنال بيجيب هدف في الختام في الديئة 22 أليكساندر لكازات بيجيب هدف في الديئة 22 لكن كريستال بالاس بيعود بالهدف الشرفي في الشوط التاني في الديئة 78 أرسنال طبعا لعب المباراة على ملعب الإمارات أول مباراة تكون بدون أليكسل سانشيز هنتكلم بالتفاصيل دلوقتي مع حضراتكم على موضوع موضوع يمكن أرسنال أنا شايف أن طريقة لعبه بقى فيها راحة شوية لما أليكسل سانشيز ميشي تصفيح مهم جدا من أرسنفينجر تكلم وقال أن بعد رحيل أليكسل سانشيز هنقدر نلعب ونرجع تاني لطريقة لعبان المعتادة اللي احنا كنا بنلعب بيها لكن طبعا هنتكلم برضو عن قدوم هنريك مختريان اللي حصل أن تم انتقال أليكسل سانشيز لمانشستر يونيتد بصفقة بدولية بدون أي مقابل مادي لكن كان المقابل بتاعها هو هنريك مختريان المباراة طبعا لو هنتكلم على أول حاجة على حتة فنية خاصة باللعب المصري محمد النني محمد النني بيشارك في تاني مباراة لي على التوالي مع أرسنال في أو كبداية يعني هو بدأ المباراة دي كالتاني مباراة لي يبدأها أخذ الفرصة التانية المباراة أرسنال بيفوز لكن دور النني التكتيكي يمكن معنا صورة بتبين أن محمد النني لما لعب ادى راحة للاتنين لعيبة اللي موجودين في نص الملعب محمد النني ممكن الكتير من نني ما يكونش مقدر دوره كلاعب نص ملعب أو جندي مجهول بمعنى أصح لكن زي ما حضركم شايفين يعني احنا بنتكلم على محمد النني هو اللاعب اللي في النص اللاعب اللي السابت على طول في كل الأوقات ومدي راحة بشكل كبير جدا لكل اللاعب اللي موجودين في نص الملعب فبالتالي فرص أرسنال الهجومية بتكون أكتر قبل كده لما نني ما كانش بيشارك ما كانش فيه اللاعب اللي في نص الملعب اللي بيعمل عملية أو دور الليبرو اللي طبعا أو بنسميها في لغة الكرة اللاعب الأشياش اللي بيروح يغطي مكان أي لعب بيهاجم سواء باكرايت سواء باكليفت سواء اتنين موجودين في نص الملعب قد تشاكة حرية في الهجوم وقد أكتر من اللاعب موجود في نص الملعب الحرية أنه هو يكون يهاجم براحته عارف أنه هو لما بيهاجم أنني بيكون مغطي وموجود في المعاد كمان القرات الطويلة اللي بيلعبها ثرو باسز اللي بتوفر وقت طويل جدا وطبعا يعني التحركات دي كمان هنتكلم عليها بشكل أكبر بكتير في مباراة تشيلسي اللي هنتكلم عليها في بطولة الكاس لكن نتكلم على رحيل أليكسل سانشاز زي ما احنا قلنا لما أليكسل سانشاز انتقل لمانشستر يونيتد أنا شايف أن أرسل فينجر طلع تكلم وقال على تصريح مهم جدا قال فيه أن بعد رحيل سانشاز إحنا بدأنا نلعب بخطتنا بدأنا نلعب بطريق لعبنا لكن الغريف في موضوع أليكسل سانشاز وموضوع طريف جدا أن سانشاز كل ما ينتقل من فريق لفريق يطلع ويتكلم ويقول أنا كان نفسي أو كان حلمي من صغري أن أنا ألعب في النادي ده ده أنا صورة طبعا في البداية مع نادي برشلونة لما تكلم وقال أن أنا حلمي من الصغر اللعب في برشلونة دي كانت بداية أليكسل سانشاز لما انتقل لنادي برشلونة طبعا هي مكتوبة بيئة الأسبانية لكن هي فيما معناه أن طبعا حلمي أنه ينتقل من كان طبعا في أودنيزي وانتقل طبعا لبرشلونة وقال إن أنا حلمي من الصغر إني أنتقل لبشرونة بعد كده انتقل لفريق أرسنال وطلع بنفس التصريح على قناة النادي وقال إن أنا حلمي إن أنا ألعب في نادي أرسنال دي يمكن كانت يمكن بعض المواقع التواصل التماعي أخدت الموضوع بشكل طريف جدا إنه هو من كل ما ينتقل لنادي يقول نفس الجملة يقول نفس البقرن بيقوله لما بينتقل من نادي النادي وطبعا أخيرا لما انتقل لمنشستر يونيتد وقال إنه هو حلمه إنه هو كان يلعب في نادي كبير زي منشستر يونيتد ما فيش اختلاف وما فيش شك إن الثلاثة أندية اللي أليكسي السانشيز انتقل لهم أندية يعني كبار جدا أندية على أعلى مستوى لكن ما ينفعش يا سانشيز أن أنت كل ما تنتقل لنادي تقول أنا حلمي إن أنا أبقى موجود في النادي الفلاني لكن خلينا نرجع تاني ونقول إن مختريان وكلام جوزي موريني اللي عجبني بشكل كبير يعني مختريان بفيش شك إنه هو انتقل من فريق منشستر لفريق أرسنال لكن مورينيو عجبني جدا لما تكلم وقال إن مختريان لاعب جيد جدا ولاعب ممتاز لكن الظروف الحالية هي اللي مدتهش الفرصة وأنا يعني متنبئ له بيه يعني مش هنقول مش بمستقبل بيه مستوى طيب بدا مع أرسنال وهي بإضافة كبيرة جدا أعتقد إن مسعود أوزيل لو تم تعاقد أو تجديد تعاقده مع فريق أرسنال ووجود أليكساندر لكذات مع هنريك مختريان مع الصفقة اللي هنتكلم عليها لو تمت اللي هي طبعا هنريك أوبيميانج أعتقد إن دي هتبقى يعني أربع لعبين مهمين جدا جدا في صفوف أرسنال نتكلم على أوبيميانج والتقارير اللي بتقول إن أوبيميانج قريب أو بات قريبا جدا لانتقاله لفريق أرسنال مقابل 60 مليون يورو لنادي بروسيا دورتمنت لكن دلوقتي في كلام على إن الصفقة هل هيتم أفلها حاليا في يناير واللعب ينتقل بداية من الموسم الانتقالات الشتوى الحالي ولا هيصبره لحد نهاية الموسم وينتقل اللاعب لصفوف فريق أرسنال ده اللي احنا عايزين نعرفه لكن إيه بقى شروط وطلبات فريق بروسيا بجانب 60 مليون يورو هم عايزين طبعا أوليفر جيرو المهاجم الفرنسي لاعب فريق أرسنال إنه هو ينتقل مقابل 60 مليون يورو زائد اللاعب دي في صفقة تبدلية لسه الأرسنال بيفكر وبيشوف كمان في نفس الوقت بعض التقارير قالت إن فريق بروسيا أفل باب المفاوضات حاليا عشان خاطر لبط فريق أرسنال في المفاوضات واخدين وقت كبير جدا زي ما احنا عارفين أن أرسنال فينجر هل هتكون نهاية فعلا وليته مع أرسنال هذا الموسم أو بنهاية الموسم الحالي ويمكن أكتر من اسم سمعنا أنهما ممكن يتولوا القيادة الفنية بنتكلم مثلا زي أليجري مدرب أليوفنتس بنتكلم على أنشلوتي بنتكلم على الإسمين دول ممكن لو رحل أرسنال فينجر عن أرسنال اتنين من الإسمين دول هيتولوا القيادة الفنية بكده يكون خلصنا مباراة أرسنال وكريستال فلس وتكلمنا على أهم الأخبار وأهم الأحداث اللي مرتبطة بفريق أرسنال و بنجمينة المصري محمد النيني